مصطلحات الحج باللغة الإنجليزية يلا بيك بداية كده كل عام وأنتم بخير اليوم هنتكلم عن المصطلحات الخاصة بالحج باللغة الإنجليزية الحج نفسه اسمه حج أما الشخص نفسه بيحج اسمه لبس الإحرام إحرام درس مناسك الحج بقر زمزم بقر زمزم أما بقى طواف سورك مامبيولاتي سورك مامبيولاتي سورك مامبيولاتي ساعات بنقولها توافعات مجدد أما بقى الإحرام اسمه إيران إيران وأيام التشريك تشريك دايز تشريك دايز أما أيام النحر اسمها دايز أوف أميليشن دايز أوف أميليشن النحر معناها أميليشن أميليشن أما بقى توجه إلى منا أما هيدينج فور منا هيدينج فور منا أما بقى التلبية ريسبونسيبس ريسبونسيبس لبيك اللهم لبيك لعنيها ريسبونسيبس الصفا والمروة الصفا والمروة الصفا والمروة دي عادية جدا نميليش أي مشكلة طواف القدوم أرايبال طا أرايبال طا أما بالنسبة لطواف الأفلاضة أفضى طواف أفضى طواف مقوف بعرفات تستاند أت عرفات تستاند أت عرفات تقبيل الحبر الأسود كسينغ ذا بلاك ستون كسينغ ذا بلاك ستون مزدلفة 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 طبعا كلنا عارفين إن الحج هو خامس ركن من أكاندين الإسلامي هنقولها الزي بقى بالإنجليش حاج إذة ففثة بلاك ستون حاج إذة ففثة بلاك ستون حاج إذة ففثة بلاك ستون قص الأظافر الشعر ترم نيلز ونهار ترم نيلز ونهار رمي جامرات ترم نيلز ترم نيلز أو ترم نيلز ترم نيلز ترم نيلز عيد الأضحى ممكن نقولها على طول كده عيد الأضحى بطبعا أسهل ممكن نقول The Great Feast of the Sacrifice The Great Feast of the Sacrifice أو ممكن أقول The Greater Feast of the Sacrifice The Greater Feast of the Sacrifice لو أعجبك الفيديو بجنسيش اللايب سبسكرايب وشير أشوفكم على الخير وكل عام وأنتم بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك الله أم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك